يقول السائل بعض المناطق من بلادنا يتم الزواج على الصورة التالية يحدد الصداق بقطعة ذهبية وزنها ستة غرامات لا يزيد ولا ينقص ويتم الزواج على طقوس خاصة منها أن أهلها لا يأكلون من عند أهل الزوج إلا بعد الدخلة مع العلم أن كل شروط الزواج متوفرة وهم في كل هذه الأعمال إنما يعملون بوصية شيخ طريقتهم ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك فنالهم مصائب السؤال ما حكم زواج زوجين تزوجا بهذه الطريقة وهما غير راضيين بها الزواج يصح إذا تم العقد إذا تم العقد مستوهي لشروطه خاليا من موانعه الإجاب والقبول الإجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيله وتمت الشروط شروط صحة العقد إذا توفرت فالعقد صحيح وأما مسألة عوايد الناس في الأكل قبل الدخول أو بعد الدخول هذه من الأمور المباحة ما تدخل في مسألة الزواج هذه من العوايد عوايد الناس هذه من الأمور المباحة يجوز أنهم يأكلون الطعام قبل الدخول ويجوز أنهم يأكلون الطعام بعد الدخول يعني يجعلون الوليمة قبل الدخول أو بعد الدخول لا مانع من ذلك هذه من العوايد وليست من العبادات ولا من العقود من عوايد الناس ولا أحد يلزم الناس بعادة العوايد حسب ما جرت به عادة الناس الأمور المباحة أما الأمور المحرمة هذه لا تجوز لكن المباحات على عادة الناس فيها إن قدموها أو أخروها أو تركوها ولم يعملوا شيئا فلا حرج بذلك أما إن أحد يلزم الناس بطريقة خاصة فلا يلزمهم إلا ما جاء في الشرع ما جاء في الشرع هذا هو الذي يلزم أما عوايد الناس ولا أحد له أمر على الناس يلزمهم إلا الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم